السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنرى التطبيقات الكتابية النص تحت عنوان محمسة الفشار نجاوبها لأسئلة صفحة 125 وصفحة 126 نبدأ بقراءة النص أصدقائي الأعزاء هل تحبون الفشار مثلي؟ تعالوا أحدثكم عن الفشار هذه الجملة مطلب مننا أن نشكلها عندما أكون ذاهبا إلى المدرسة صباحا أو عائدا منها عشية أشاهد باستمرار رجلا مسنا يلبس بذلة زرقاء نظيفة وأمامه آلة غريبة يستخرج منها الفشار الأبيض ذات مرة ذهبت إليه فباعني حفنة من الفشار تذوقته فوجدته لذيذا رائحته تفتح الشهية سألته كيف تعمل هذه الآلة فأجاب عندما يتم تسخين حبات الزرة الصفراء داخل الآلة المحمسة تصير كل حبة أكبر حجما وعندما تزداد الحرارة تنفتح هذه الحبات مكونة تلك الحبيبات المنتفخة والهشة والمفيدة إنها الفشار إذن هذا هو النص إذن الآن سنجيب عن الأسئلة الخاصة بالفهم إذن أشرح الكلمات الآتية الفشار تفتح الشهية المحمسة إذن إذن الجواب دائما كنجيب عن الكراسة للتطبيقات الفشار هي الزرة المفرقعة بالحرارة تفتح الشهية يعني تولد رغبة شديدة في الطعام ولذة قوية في التهامه المحمسة هي آلة التحميس تنتج الحبة ونحوه بواسطة التسخين السؤال الموالي أعطي عنوانا مناسبا للنص إذن يمكن أن نعنونا النص بمثلا الفشار أو كيف تصنع فشارا السؤال الثالث كيف تصنع الآلة الفشار إذن جوابا عن السؤال سنقول تصنع الآلة الفشار عبر تسخين حبات الذرة الصفراء وعندما تزداد الحرارة تنتفخ هذه الحبات السؤال الرابع كيف نحترس من تناول الأكلات المعروضة في الشارع إذن نحترس عبر تجنب المأكولات العارية والمعرضة للتلوث أو التي نجهل مصدرها أو تاريخ صلاحيتها إذن هذه هما الأجوبة ديال الفهم إذن الشكل والفهم سنمشون الآن الأسئلة ديال التطبيقات الكتابية إذن لدينا المجمع المذكر السالب بالألف والنون آخر واو ونون أو ياء ونون إذن خالدون في المتنى نقول خالدان إضافة ألف ونون على المفرد المذكر نقول خالدون أو خالدين مستمتعون مستمتعان مستمتعون أو مستمتعين المنادي المنادي أو المنادون في الجمع المذكر السالم بإضافة ياء ونون نقول المنادينا المصفى في المتنى نقول المصفيان في الجمع المذكر السالم بإضافة ونون نقول المصفون بإضافة ياء ونون نقول المصفين نمر الآن إلى سؤال موالي إذن جمع المذكر السالم إذن لدينا الجمع إذن سنحدد هالآخره وانون أو ياء وانون ثم نحدد المفرد إذن العائدون وانون العائد المجتهدين ياء وانون المجتهد المهذبين إذن ياء وانون المهذب المشكورون إذن وانون المشكور العزيزون وانون العزيز الشارحين إذن ياء وانون الشارح ثم المستدعون أو المستدعون إذن الوانون المستدعى نقول المستدعى إذن نمر الآن إلى التراكيب السؤال الأول أستخرج من النص المفعول فيه وأبين نوعه وعلامة إعرابي إذن في النص لدينا ثلاثة المفعول فيه صباحا يعني ظرف زمان علامة إعرابي إذن النص عاشية إذن إحتهي ظرف زمان علامة إعرابي إذن جاء منصوب أمامه أمامه هنا ظرف مكان أمامه إذن منصوب أمامه ثم نعرب تشرق الشمس نهارا إذن بالنسبة الجملة إذن تشرق فعل مضارع مرفوع بالدمة الظاهرة على آخره الشمس فاعل مرفوع إذن نحتوي نقوم بالدمة الظاهرة على آخره ولو علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره نهارا إذن نهارا مفعول فيه ظرف زمان منصوب بتنوين الفتح إذن نقول مفعول فيه ظرف زمان منصوب بتنوين الفتح نمر الآن إلى أنشطة الإملاء إذن لدينا الألف اللينة في الأفعال إذن أكتب الألف المناسبة مكان النقط إذن جانا إذن نقول جانا يجني إذن هنا الألف المقصور الألف تنقلب ياء في المضارع إذن فهي ألف مقصورة دعاء يدعو يدعو يعني انقلبت واو إذن فهي ألف مبدودة ماذا يمضي إذن من اللي كنرجع الفعل المضارع إذا كانت هذه الألف كترجعية إذن في الأصل ديلها ألف مقصورة جانا ماذا رمى استدعى أهدى إذن كلهم في المضارع سنقولون يجني يمضي يرمي يستدعي يهدي إذن هنا بالنسبة الألف إلى نقالبة واو إذن فأصلها ألف مبدودة بحال دعاء وغازاء نقوله يدعو ولا يغزو إذن أصنف ماضي الأفعال الآتية حسب حرفها الأخير باستخدام الخطاتتين يعني الماضي اللي فيه ألف مقصورة في الخانة اللولى والماضي بألف مبدودة في الخانة الثانية إذن بطبيعة الحال لدينا الأفعال في المضارع إذن هنا يربي بما أنها يأذن فالأصل ديلها ألف مقصورة ينادي نفس الشيء ألف مقصورة يدعو هنا ألف مبدودة يتلقى أو يتلقي إذن تلقى يطوي طاوة يعيي أعيا يشوي شاوة يكتري إكترا يسعى ساعة ينمو نما إذن هنا الفشكة الرجع الأفعال الماضي بطبيعة حالنا نقدر نعرف واش ألف مقصورة ولا ممدودة انطلاقا من المضارع إذن إذا كانت كما قلت لكم ألف مقصورة كانت إذن فهي ألف ممدودة وبالتالي لأن الخانة الجيلة للألف المقصورة لدينا ربا نادا تلقى ودينا طاوة ودينا شاوة ودينا أكترا ودينا ساعة هذو كلهم كينتهيوا بألف مقصورة وبالنسبة يعني الأفعال التي تنتهي بألف ممدودة لدينا دعا وأعيا ونما إذن دعا يدعو ودينا نما ينمو وأعيا إذن هنا خطأ إذن هنا يعي إذن أعيا بألف مقصورة إذن يعي إذن نحيد أعيا هنا لأنها تنتهي هنا ب يعي أعيا يعي إذن عندنا فقط دعا وعندنا نما إذن أعتاد إذن هنا مرتش البال بأنه أعيا أعيا لأنها تنتهي أو لا أعيا يعي إذن إنقلبت ي في المضارع إنقلبت الألف ي إذن هذو هما الأجوبة الخاصة بهذه التسبيقات الكتابية نتلقوا إن شاء الله في فيديو جديد إلى اللقاء